عشاء الملكي نادي الزمالك اهلا بيكو فيديو جديد وحلقة جديدة خلاص احنا بنعش احسن فتراتنا في بداية عشرين تلاتة وعشرين تخبطات كتيرة جدا جدا في نادي الزمالك سواء على المستوى الفني على مستوى اللاعبين او على مستوى الادارة كل شيء ماشي عكس الاتجاه تماما وعكس السنتين اللي فاتوا نادي الزمالك كده كالمعتاد دايما الازمات بيعني بتنفجر من كل حين واخر نادي الزمالك خلاص استقر على تغيير فريرة ما تستناش اي كلام تاني فريرة خارج جدران نادي الزمالك وهقولك في الفيديو ده عن البديل والمرشحين كمان ومن هو رجل الفترة الحالية لحد ما نجيب مدرب درب في الدوري المصري مفيش مدربين هيجوا خارج مصر يعني فعشان كده هقولك المدربين دول كل ده هقولك في الفيديو خلينا اقولك دلوقتي مين هو رجل المرحلة عشان ما طويلش عليك انا حاسس بيك وطالع مش عايز اطول عليك كمان ان انا حاسس بيك كزمالكاوي زيك عارف اننا في فترة صعبة جدا عشان كده هندخل في التفاصيل على طول مين هو رجل الفترة دي لحد ما نجيب مدرب او مدير فني اجنبي هقولك طبعا لأسماء المرشحة والاقرب منهم وهقولك من وجهة نظر مين الانسب للمرحلة دي خلينا بس رجل المرحلة دي هو اتنين مرشحين من قبل الادارة بعد فريرة كده يكونوا موجودين واحد منهم اولهم هو اسامة نبيه الراجل اللي رحل بسبب فريرة الراجل اللي كان راجل مرحلة واحد من اللي كان وساعده فريرة في الحصول على الدور الموسم اللي فات واحد من اللي نجحنا مع كوبر ووصل لنهائيات كاس العالم روسيا عشرين تمنتاشر ووصل مع منتخبنا كمان في نفس السنة دي في بطولة افريقيا او قبلها بسنة في الفين وسبعتاشر في الكاميرون ووصلنا فيها للنهائي في الجابون فعشان كده بقولك هو مدير فني كبير جدا جدا وهو اللي يصلح للفترة دي من وجهة نظري معاه طبعا واحد تاني وهو خالد جلال واحد من المدربين الكبار جدا والعظام جدا واللي قدروا ياخدوا مع نادي الزمان البطولة وهي بطولة كاس مصر من نادي الاهلي فاكرين كويس هو مدير فني كبير جدا 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 ومن دارش نتكلم عنه ولكن انا من وجهة نظري يعني اتمنى اتمنى ادارة نادي زمانك تستقر على اسما نبيه الفترة دي لحد ما نجيب مدير فني آآ كبير فريرا على فكرة لسه الحد دلوقتي زي ما احنا بنتكلم ممشاش ولكن الكلام والاصوات وكل الحاجات اللي طلعت وقالت لك ان فريرا هيستمر وهنجدد فيه السقة فريرا هيمشي وانما كانش هيمشي دلوقتي مليون في المية هيمشي بعد مباراة غزل محلة فريرا هيمشي بعد مباراة غزل محلة فريرا ماشي خلاص فريرا ماشي فريرا ماشي مفيش اي كلام تاني فريرا هيمشي مش هيكمل الموسم فعشان كده فيه اسامة نبيه وفيه كمان خالد جلال زي ما قلنا الانسب هو اسامة نبيه رجل حافظ اللعيبة مدير فني قوي الشخصية باين كده انه مدير فني مصقف مدير فني عنده فنيات مدير فني فاهم كورة مدير فني حفظ اللعيبة دي لانه معاهم للموسم اه تده تقولي التالت على التوالي على فكرة لانه كان مع اه كارتيرون في الموسم اللي قابله وهو اه احمد عبد المقصود وكمان كان معاه السنة اللي فاتت وكان معاه البداية الموسم ده فاللعب حفظ اللعيبة سنتين ونص ولا سنتين وشوية فهو المناسب للمرحلة دي من وجهة نظري عشان كده بقول ان شاء الله اتمنى ان يكون هو رجل المرحلة دي في الفترة الاخيرة لكن في منافسة بين وبين خالد جلال انهم يكونوا مدير اه او مداربين لنادي زمالك لفترة مؤقتة لحين استجلاب مدير فني اجنبي طيب تعالك كده بسرعة اقول لك على اه اه المداربين المرشحين لتولي قيادة نادي الزمالك في الفترة القادمة من المداربين الاجانب عندنا خمس مداربين لقيادة نادي الزمالك في المرحلة المقبلة في مداربين مفاجأة جدا جدا هتسمعوهم واحد زي هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني واحد من المرشحين لقيادة نادي الزمالك في الفترة الجاية هيكتور كوبر وحد من الاسماء اللي احد الوكالة عرضها على نادي زمالك وقال لهم اننا ممكن نتفاوض مع هذا المدير الفني او ممكن تتفاوضوا معاها ونادي زمالك لسه في اسماء مطروحة تاني زي مين زي موسي ماني آه هو موسي ماني مدرب نادي الاهل السابق هو مرشح من المرشحين وعلى طاولة نادي الزمالك موسي ماني اللي بيدرف الاهل السعودي مش ماشي بشكل كويس مع الاهل السعودي. فأقريد جدا ان الاهل سعودي اصلا يتخلص من هذا المدرب. وهو اسم في النهاية من احد الوكلة معروض على نادي الزمالك. لكن ما فيش اي كلام بشكل رسمي خد بالك. ما فيش اي كلام بشكل رسمي مع موسيماني. ولا مع هكتر كوبر. ولكن احد الوكلة عرض كوبر على نادي زمالك. زي ما عرض كمان واحد تاني من الوكلة عرض موسيماني على نادي الزمالك. كده عندنا مدربين هم مرشحين لقائدة نادي الزمالك في واحد تالت او في تالت تخيل بقى مين هو هو مستر كريستيان جروس هو مدارب نادي الزمالك السابق العراب السويسري واحد من المديرين الفنين اللي كان جيد جدا جدا مع نادي الزمالك وكان قابا قوسيني او ادلى يعني من حصد لقب الدوري وحصل معانا الكنفدرالية وراجل ناجح جدا جدا وان كان بيحتمد على اربحتاشر لاعب او تلاتاشر لاعب ولكن في النهاية هو مدارب فني كبير وواحد من المعرضين على نادي الزمالك وسيرته الزمالك موجودة في نادي زمالك ونادي زمالك عارفه كويس او مش لسه هيدرس سيرته الزمالك ولكنه اسمه مطروح داخل نادي الزمالك لقيادة خط نادي الزمالك او قيادة فرقة نادي الزمالك في الفترة القادمة ومين هو المدير الفني الرابع بقى لقيادة نادي زمالك هو كارلوس كيروش مدير الفني للمنتخب المصري السابق والمدير الفني السابق لمنتخب ايران تدرب المدربين الكبار جدا جدا والعظام جدا جدا. نروح للموديل الفني الخامس المرشح بقى ده وبقوة. ده المدير الفني الوحيد اللي هو مرشح وبقوة مع نادي الزمالك. وفي اتصالات كمان مع المقاربين من معين الشعباني انه تواصلوا مع المدير الفني هل ينفع هل ما ينفعش. الكلام ده كله. اه طبعا ابدأ موافقة معيني الشعباني على طولي نادي زمالك. نادي كبير جدا جدا جدا. خصوصا ما هي نادي زمالك بفكر فيه معيني الشعباني لانه الموديل الفني الوحيد اللي تقدر تتعاقد معاه وانت متطمن بالناحية الافريقية واحد عنده خبرات كبيرة جدا جدا من الناحية الافريقية واحد من اللي داربه مع نادي المصري البورسعيدي واحد من اللي اجاده كمان مع المصري البورسعيدي لكن الظروف يمكن ما ساعدتهش الظروف المالية الظروف المصري نفسه اه وقتها مع اه اه معيني الشعباني ما ساعدتهش كويس لكن في نهاية معيني الشعباني اسمه مرشح لقيادة نادي الزمالك وهو الوحيد اللي حصلت معاه الاتصالات من المقربين منه مش بشكل شخصي خد بالك. ولكن في النهاية الراجل ابدا موافقة من المقربين له انه ينفع او اه يعني انه موافق على نادي الزمالك او موافق على عرض نادي الزمالك اذا تقدم له بعرض رسمي. فمعيني الشعباني من وجهة ناظر الشخصية انا اتمنى معيني الشعباني. اه اتمنى معيني الشعباني يقود نادي زمالك واحد من اللي عندهم خبرات واحد من اللي دربوا التراجي التونسي وعمل معهم فرقة جمدة جدا 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 وكمان قدر يحصد معهم على السمراء والبطولة الافريقية السمراء بطول الدوري ابطال افريقيا لمدة موسمين متتاليين فعشان كده بقول لك المدير الفني ده مدير فني خبراته عالية خبراته كبيرة خبراته بالدوري المصري مش وحشة درب مع نادي المصري برسعيلي فترة مش قليلة فعنده خبرات الدوري المصري عنده الخبرات الافريقية عنده كل المواصفات اذا انا من وجهة نظري اتمنى اتمنى نادي زمالك يخلص مع معيني الشعباني في المقام الاول اذا ما كانش معيني الشعباني يبقى كريستيان جروس هما دول انسب اتنين لنادي زمالك وهم دول مدير الفنيين اللي يقدروا يقودوا نادي الزمالك اما بقى كوبر او حتى كيروش او حتى المدير الفني الخامس او الرابع اللي احنا قلناه اه موسماني فدول من الصعب يعني كده انهم ينسجموا مع نادي الزمالك فهم اقرب اتنين بالنسبة لي اتمنى واحد منهم يكون موجود طبعا في النهاية هو معيني الشعباني ايما كانش معيني الشعباني يكون كريستيان جروس وده ادارة الزمالك اللي حط عينها عليه معيني الشعباني في المقام الاول معيني الشعباني هو في المقام الاول بالنسبة لادارة نادي زمالك بحكم ان اللاعب زي ما قلنا او المدير الفني زي ما قلنا انه عنده خبرات افريقية على خبرات الدوري المصري وهو ده الانسب لنادي الزمانك في الفترة القادمة. اذا فريرة خارج جدران نادي الزمانك هذا الموسم او بعد مباراة المحلة بكترها. مش هتشوف فريرة خلاص بقى فريرة او حد يدعمه. خلاص بقى. مفيش دعم لفريرة. مفيش دعم لفريرة خلاص كده. يعني اه ماشي مع اسكوة زي الزفت ولكن في النهاية فريرة بدأ يخرف خلاص بدأ يخرف وده مش كلامي. كلام جمهور نادي الزمانك كله. كلام الناس. الراجل ده بدأ يخرف. الراجل ده بعد ما كان كسب الاسماعيل وبقينا الاول والدنيا حلوة. وروحنا اسوان بنخسر خسارة مفاجأة. رجعنا للداخلية بنخسر خسارة مفاجأة برضو بسببه. برضو قدام الاتحاد ما فيش اي تقدم نفس الخسارة. قدام نادي اه النادي الاهلي او بيرامدز الاول خسارة. برضو مع مدير فني كبير اسمه باتشيكو مع بيرامدز اللي كان مطروف بالنواح. اذا ما قدرش يدير المباراة دي كمان قدام الاهلي واحد من الاسباب الرئيسية بعد اللاعبة هو فريرة. فاذا انت هتدعم راجل زي ده ليه تاني? يعني تبقى ما عندكش اه كورة او ما عندكش فيه ان انت ازا دعمت الراجل ده الراجل ده ما ما فيش دعم تاني دعمنا ليه خلص. خلاص كل واحد في النهاية له نهاية. ودي نهاية فريرة خلاص. الكمية مش ماشية يا سيدي. كانت ماشية الموسم اللي فات. خلاص السنة دي مش ماشية. فاذا ما فيش حد يدعم فريرة ولا تقول لي بقى لان يدعمه. لا فريرة ده مش هو كان البروفيسير. بروفيسير بس شاف نفسه. بروفيسير بس زي ما يكون كده بيكابر. عارف نفسه بيغلط وبرده بيصر على الخطأ. يعني انت بتغلط وفي النهاية برضو بتصر على الخطأ بتاعك يا اخي عالج الخطأ. ففي النهاية زي ما قلنا فريرة خارج نادي الزمالك والمدير الفني البديل قد يكون معين الشعباني. واذا ما كانش معين الشعباني فهيكون كريستيان جروس. حاننا نشوف الاخبار او الايام القليلة القادمة هتودينا الفين. لكن في النهاية نتمنى الاستقرار لنادي الزمالك علشان اللي جاي صعب جدا جدا. كل الدعم لنادي الزمالك فيما هو قادم. وفي النهاية عزيزي الزمالكاوي. سلام.